بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حيا الله بناتي طالبات الصف الثالثان وإنساني مادة علوم إدارية اثنين انتهينا من درسنا السابق على وهو التجارة الدولية تعرفنا على مفهوم التجارة الدولية والاقتصاد الدولي عرفنا الاختلاف بين تجارة الدولية والتجارة المحلية وعرفنا كذلك أهمية التجارة العالمية بين الدول والقيود التي قد تكون على التجارة الدولية ننتقل اليوم لدرسنا ودرس آخر ميزان المدفوعات ما المقصود بميزان المدفوعات؟ أهمية الأقسام الميزانية المدفوعات؟ كل هذه راح نتعرف عليها بدرسنا لهذا اليوم طبعاً نظراً لأهمية التجارة الخارجية والدولية في الاقتصاد المعاصر تقوم كل دولة بتسجيل جميع المعاملات مع الخارج لمتابعة الحقوق والالتزامات ولدراسة آثار تلك المعاملات الدولية على الاقتصاد الوطني ميزان المدفوعات الاقتصادية بالمقيمين أو في الدولة داخل الدولة حدود الدولة أو المقيمين في الدول الأخرى هذا نطلق عليه بميزان المدفوعات معنى هذا أن ميزان المدفوعات يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بحركة السلع والخدمات والمساعدات وتدفقات رؤوس الأموال التي تحدث خلال سنة طبعاً ميزان المدفوعات له جانبان لتسجيل المعاملات المختلفة جانب الدائن وجانب المدينة ما الفرق بيه؟ جانب الدائن وجانب المدينة طبعاً جانب الدائن يسجل في الجانب الدائن جميع العمليات التي تم طوي على تلقي المقيمين داخل الدولة مبالغ من المقيمين خارجها هذه العمليات تؤدي إلى تحقيق إرادات للدولة بالتالي زيادة المعروض من العملة الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي مثال عندما يقوم منتج سعودي بتصدير أثاث خشبي بقيمة 100 ألف يورو إلى فرنسا فهذه العملية تسجل في الجانب الدائم ليه؟ لأنها تسفر عن تدفق نقدي إلى داخل الدولة ليش؟ لأنه منتج سعودي فهنا نكون في حالة الدائن تمام؟ أما في الجانب المدين يسجل في الجانب المدين تلك العمليات التي تستلزم سداد مبالغ من المقيمين داخل الدولة إلى المقيمين في الدولة الأخرى أي أنها تنطوي على مدفوعات للآخرين أو التزامات بالسداد مستقبلا بالتالي تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي من ناقب مثال عندما يستورد فرد سعودي هنا استورد سيارة من بريطانيا ثمان وعشر آلاف جنيه استرليني تسجل هذه الجانب العملي في الجانب المدين ليه؟ تسجلناه في جانب المدين أنها استورد لأنها تستلزم انتقال أموال إلى الخارج مقابل استيراد السيارة نأتي لأقسام ميزان المدفوعات يتكون ميزان المدفوعات من ثلاثة أقسام أولاً قسم الحساب الجاري حساب رأس المال وصافي الاحتياطات الدولية في البداية القسم الأول وهو الحساب الجاري في هذا القسم يسجل جميع العمليات ذات الصيغة التجارية أي عملية أسجلها بصيغة تجارية تعتبر في القسم الحساب الجاري أي التي تتعلق بتبادل السلع والخدمات يتكون الحساب الجاري من قسمين هو ميزان التجاري وميزان المعاملات غير المنظورة الميزان التجاري يتناول هذا القسم التجارة في السلع أي الصادرات والواردات من السلع المادية تسجل الصادرات في الجانب الدائن تسجل الواردات في الجانب المدين الفرق بينها يسمى رصيد الميزان التجاري هذا بالنسبة للميزان التجاري طبعاً يكون ميزان التجاري في حالة عجز إذا تفوقت الواردات على الصادرات أو في حالة فائض إذا زادت الصادرات عن الواردات فهنا يكون في حالة عجز في الميزان التجاري القسم الثاني من قسم الحساب الجاري وهو ميزان المعاملات غير المنظورة يتعلق هذا القسم بالتجارة في الخدمات يسلجل في الجانب الدائن إنفاق السياح الأجانب في الداخل خدمات النقل التي تقدمها الشركات الوطنية للأجانب خدمات المصارف الوطنية للأجانب عوائد الاستثمارات الوطنية في دول أخرى تحويلات المواطنين المقيمين في الخارج أما الجانب المدين فيسجل فيه إنفاق المواطنين في الخارج للتعليم والعلاج والسياحة وخدمات النقل التي يقدمها شركات أجنبية لجهات وطنية أو لمواطنين في الدولة كذلك خدمات المصارف الأجنبية هذه كلها تسجل فيه ميزان المعاملات غير المنظورة نأتي للقسم الثاني من أقسام الميزان المدفوعات أو ما يسمى حساب رأس المال في هذا القسم يختلف عن القسم الحساب الجاري بحيث أنه يسجل عمليات ذات الصيغة التجارية حساب رأس المال يسجل تدفقات الأموال وين؟ إلى داخل الدولة أو إلى خارجها ليس بغرض شراء السلع أو خدمات وإنما بغرض الاستثمار والبحث عن عواد أفضل وبحسب الفترة الزمنية لدينا في هذا الحساب هناك نفس الشيء قسمان فرعيان أحدهما طويل الأجل والآخر قصير الأجل ما الفرق بين هذه القسمين؟ عندنا التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل والمقصود بها هي معاملات تتضمن انتقار رؤوس الأموال لعدة سنوات في شكل استثمارات أو قروض لتمويل مشروعات كبيرة يسجل في الجانب الدائن الاستثمار الأجنبي المباشر مثلا قيام شركة أجنبية ببناء مصنع على أرض الوطن وكذلك القروض الأجنبية طويلة الأجل أي تلك التي حصل عليها المواطنون أو القطاع الخاص والحكومات من جهة أجنبية أما الجانب المدين فيسجل فيه استثمارات المواطنين في الخارج مثل قيام مواطن بإنشاء شركة تجارية في دولة أخرى وكذلك القروض الممنوحة من المقيمين بالداخل إلى أطراف خارجية مثل القروض المقدمة للحكومة إلى دولة أخرى هذا دائما يسجل في جانب المدين التدفقات الرأسمالية قصيرات الأجل هذا النوع الثاني من حساب رأس الماء هي معاملات لفترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أشهر بهدف تحقيق عوائد أعلى أو تجنب خسائر يسجل في الجانب الدائن الزيادة في أرصدة الودائع المصرفية للأجانب في البنوك الوطنية والقروض القصيرة للأجل أم في الجانب المدين فيظهر فيه الزيادة في أرصدة الودائع المصرفية المواطنين لدى البنوك الأجنبية في الخارج والقروض القصيرة للأجل الممنوحة من المقيمين بالداخل إلى الأجانب في الخارج هذه التدفقات الرأس مالية قصيرة الأجل تكون في أشهر معينة القسم الثالث في وصاف الإحتياطات بس لا بدنا نتك القاعدة هنا لا أي معاملة تتضمن تدفق أموال إلى داخل الدولة تسجل في جانب الدائن أي شيء يدخل الدولة هذا يسمى جانب الدائن أي معاملة تتضمن تدفق الأموال إلى الخارج هذا ينطلق عليها جانب المتين هذه القاعدة أنا أبد أن نعرف أقسام ميزان المدفوعات ألا وهو صافي الإحتياطات الرأس مالية الإحتياطات الرأس مالية هي ما تملكه الحكومة من أصول في شكل ذهب نقدي أي سبائك ذهبية عملات أجنبية مثل الدولار والجنيه الأسترليني وأصول أخرى دور هذا القسم يختلف في ميزان المدفوعات وهو يبيان أثر العجز أو الفائض في القسمين السابقين على رصيد الدولة من الإحتياطات الرسمية مثلاً إذا كان الأثر النهائي لعمليات الحساب الجاري وحساب رأس المال هو تحقيق العجز فهذا معناه أن حجم العملات الأجنبية التي حصل عليها الاقتصاد القومي من الخارج أقل من حجم العملات الأجنبية التي يتوجب هنا دفعها طبعاً هذا الفارق في الكمية النقد الأجنبية تم تدبيره عن طريق استخدام الاحتياطات تظهر هنا الاحتياطات بتصدير بعض الذهاب أو العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الدولة للوفاء بالالتزامات العاجلة سد العجز عملية استخدام الاحتياطات لسد العجز في ميزان تسجل في جانب الدائن لماذا؟ لأنها تعتبر تصدير أرصدة حكومية أما إذا كان الأثر النهائي لعمليات الحساب الجاري وحساب رأس المال هو تحقيق الفائض فهنا يكون التسوية إلى زيادة موجودات الحكومة من الاحتياطات من الذهاب النقدي والعملات الأجنبية عملية التسوية هذه تسجل في جاري بالمدين باعتبار استيراد أصول حكومة التعويض الفائض في ميزان المتفوعات عملية التسوية من درس الميزان المدفوعات عرفنا في هذا الدرس أن ميزان المدفوعات هو بيان حسابي سجل فيه الجميع المعاملات الاقتصادية بين المقيمين داخل الدولة والمقيمين في دول أخرى خلال فترة معينة عادة تكون سنة يسجل في الجانب الدائن جميع العمليات التي تنطوي على تلقي المقيمين داخل الدولة مبالغ من المقيمين خارجها أما في الجانب المدين هي تستلزم سداد مبالغ من المقيمين داخل الدولة إلى المقيمين في الدول الأخرى يتكون ميزان المدفوعات من ثلاثة أقسام حساب الجاري حساب رأس المال وصافي الاحتياطات الرأس مالية يسجل في قسم الحساب الجاري العمليات التي تتعلق بتبادل السلع والخدمات أما في حساب رأس المال يسجل في تدفقات الأموال بغرض الاستثمار والبحث عن عوائد أفضل القسم الخاص بصافي الاحتياطات الدولية يبين أثر العجز أو الفائض في القسمين السابقين على رصيد الدولة من الاحتياطات الرأس المالية من الذهاب والعملات الأجنبية التوازن المحاسب يتحقق في ميزان مدفوعات لأي دولة في العالم أما التوازن الاقتصادي في ميزان مدفوعات يتوقف على مجموع رصيد الحساب الجاري وحساب رأس المال إذا كان مجموع سالب فهذا يعني وجود عجز وإذا كان مجموع موجة فهذا يعني وجود فائض في الميزان المدفوعات طبعا إذا استمر العجز في ميزان مدفوعات لفترات طويلة تغير هنا الحكومة سياستها لتقليل من هذا العجز لأنه يؤثر بشكل كبير على اقتصاد هذه الدولة نقوم بحل الآن تمارين في البداية عرفي ميزان المدفوعات بارك الله فيكم إذن هو بيان حسابي تسجل فيه جميع المعاملات الاقتصادية بين المقيمين داخل الدولة والمقيمين في الدول الأخرى حددي إذن أي أن العمليات التالية يسجل في الجانب الدائن وأيها يسجل في الجانب المدين وأيها لا يسجل في ميزان المجموعة ألف تاجر سعودي استورد عشر سيارات من اليابان بما يعادل خمسمائة ألف ريال هل هي تسجل في الجانب الدائن أو في الجانب المدين هنا استورد إذن تسجل في جانب الدائن عفوا المدين بالجانب المدين ليش؟ لأنه استورد طيب شركة سعودية صدرت هنا لا صحيح بيكون هنا خلونا نمسح إجابة هنا استورد يعني بيكون فيه استيراد بيكون فيه تدفق خارج الدولة فبيكون ماذا؟ بيكون فيه تدفق خارج الدولة بيكون مدين هنا مدين جانب المدين لأن فيه تدفق خارج حدود الدولة طيب شركة سعودية صدرت تمور إلى الاتحاد الأوروبي بيكون تدفق داخل المملكة للشركة السعودية فيكون هنا جانب الدائن تاجر سيارات بالقصيم اشترى من الوكيل المحلي بيجي تدخم السيارات بقيمة مائتين ألف طلب هنا التاجر السعودي كلها ما في ما رح يتم تسجيله في أي من ميزان المدفوعات لأنه ما فيه تعاملات دولية دال طالب سعودي أنفق في كندا هو طالب سعودي تمام؟ فيكون فيه انفاق عملية انفاق خارج الدولة بيكون فيه تدفق أموال خارج الدولة بيكون فيه هنا مدين هذه مدين فوج اندونيسي أنهى مناسك العمر وأنفق مائة ألف ريال مقابل خدمات الانتقال والإقامة في الحرمين الشريفين هنا دائن واضح؟ هذا بالنسبة للسؤال الثاني ننتقل في ما بعد للسؤال الثالث قال لي بين كل اثنين من الميزان التجاري وميزان المعاملات غير منبورة ذكرنا أن الميزان التجاري يتناول التجارة في السلع تسجل صادرات في الجانب الدائن تسجل والدات في الجانب المدين والفرق بينها يسمى رصيد الميزان أما ميزان معاملات غير منبورة يتعلق بالتجارة في الخدمات قارني بين التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل والتدفقات الرأسمالية طويلة الأجل الرأسمالية طويلة الأجل قلنا عدة سنوات الشكل قروض تمويل مشروعات كبيرة أما الرأسمالية قصيرة الأجل بكل بساطة هي معاملات لفترة قصيرة لتتجاوز بضعة أشق التوازن المحاسبي لميزان مدفوعات والتوازن الاقتصادي لميزان مدفوعات الفرق بينهما التوازن المحاسبي يتحقق في ميزان مدفوعات لأي دولة في العالم أما التوازن الاقتصادي في ميزان مدفوعات يتوقف على مجموع رصيد الحساب الجاري وحساب رأس المال بكذا انتهينا من درسنا لهذا اليوم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع واراكم غدا في درس قادم وجديد مع السلامة